ما الفرق بين إيبو بلاير؟ ليس هناك فرق ترى تطبيقه لكي نكون صراحة هذا هو ليس احترامات تحييل المطور إيبو بلاير الذي تقول علي أنتم المصري طبعا هو شخص ليس مصري الفارق هو مصري هل تطبيق زينة تيفي تطبيق زينة تيفي لدينا و لكن محدود سيرفر صغير لا يوجد باقات كثيرة و لكن ستابل لا يوجد قطع معك و العيوب هو أنك يعمل في جهاز واحد يعني أين تطبيق سيرفر صغير سألنا في الأجهزة سامسونج و الج أنا أقول لك ما هذا سيرفر لا يوجد باقات كثيرة لا يوجد باقات كثيرة و لكن يوجد باقات كثيرة لا يوجد باقات كثيرة لدي أجهزة فيهم سيرفر زينة تيفي لدي أجهزة إستار كاملة عندنا المتوفرين سأقوم باقاتكم باقاتكم مرحبا أركبلاير التطبيقات التي هي معروفة و ممكن تقوم بيناتها لديكم إبو بلاير لا المصري ولا إبو بلاير البرازيلي أفضلهم تيفي ميت لديكم بعض تطبيقات بحل الستباسمارت جيدة عندكم إبو بلاير سمارت إبو بلاير لديك الحمار غير نساوه لأنه يصبح سيفينه إنهاء موضوعه و كان باقي الناس الذين يريدون و كانوا ديوبلاكس رغم أنه يعملوا ببعض التلفزيون مشكلة تفعيلة روم بلاير و كانوا بزاف كانوا عدد كبير للتطبيقات ولكن ثم ستمشون إبو بلاير سريع و في بعض النسخ و في بعض النسخ نسخة المصري تأخذ وقت جمع وتفتح و في بعض النسخ حسب السيرفر يعني يضغيها و يدعك القناوات هناك بعض التطبيقات التي لا يمكن أن تبدلوا بعض التطبيقات التي تضروا باللون الأحمر لا يمكن أن تبدلوا ماك أدريس أو رودي مارين و ترجعه لحسب النوع التطبيق كيف تبنيه ما الفرق بين إيبو بلاير لا يمكن أن هناك فرق هناك تطبيقات ترى لكي نكون صراحة هذا ليس احترامات و تحييى المطور إيبو بلاير الذي تقولون أنتم المصري طبعاً هو شخص ليس مصري الفارق مصري المهم هو الذي بدأ مشروع إيبو بلاير يعني إيبو بلاير الذي عرفته عرفته على البلاي ستور و تعرفه شهر و صار محبوب و كل شيء يستخدمه لسرعته في تحميل بلاي ليست و الجمعات التي كانت فيه جميلة جداً وسريع وباقات التنظيم فمنه من اللي نجح جاءوا واحد الفارق آخر نصي كيف صينيين و برازيليين أنا ما معروفش كونهم غالب يقدروا يكونوا صينيين لأن بعض المرة كنت كانت ترسل معهم كانوا يجاوبوني صينيين و كيف فارق يعمل معهم و أخذوا الفكرة هذه الإيبو بلاير و تنظروا إيبو بلاير برو في البلاي ستور وهنا يلعبوا إلى واحد إلى واحد الجاني بنفسي واحد الجاني بنفسي إحنا كبشر ستقول له مثلاً سكرت أوف نت ستكون لديكم قناة أخرى اسمية سكرت أوف نت برو ستسمعوا سكرت أوف نت برو ستكون زائدة على سكرت أوف نت فهمتوا؟ لا تقوم بكل فكرة لا تقوم بعمل لا تقوم بعمل كيف حال فأنا أقول لكم غير الاسم مثلاً اي فون و انا أقول اي فون اي فون برو اي فون فهذا اخذها نفس الفكرة يعني اخذ النجاح للفارغ وداروه في البلاي ستور يعني اخذت انت نجاح للشخص يجب عليه غاب برو والناس مش هتديك الفكرة بأن الابو بلاير برو أفضل من ابو بلاير وعاد هو يعني كان حكالي المطور على المشكلة لأنه كان دائرها اوبين سورس لابليكاسون كانوا يخدوها وعاودوا يحلوا الكود وكانوا يخدموا بها وكانوا يؤثروا على الديتا سنتر وكثيرا هؤلاء المشاكل المشاكل أحسن مشغل مجاني بدون تقطيع أفضل لهم هو السمارترس هو الأفضل ممكن ذلك السي بيتلو ولكن كنون ذلك رجع بأنه مدفوع ولكن السمارترس هو الأفضل في تطبيقات المجانية ممكن لكي عشاق تطبيق وشغل وشغلت في الجيو وفي السامسونج والشيوخ التي لدينا كاملة تستعمل على هذا التطبيق كان شغلا بمتياز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر